مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال ومجموعة من التدابير المنزلية اللي ستستفدو منها وإذا كنتم تشاهدوا القناة فمرحبا بكم إذا كنتم متتبعين ومتتبعين لا تشجعوني ويالله نبدأ وعلى بركة الله نظف هذه البوطة كما تعرفون الى زهيته ثلاث ايام اربع ايام تنظيف دهون تحترق مرة على مرة احسن من توجي استعماله واعر لديه استعمالات كثيرة ان شاء الله نشاركه معكم هذا المنظف يتبع في البيه واعر واعر شكرا لكم بعد وقت مما اتقادلية نشريه فقط اللي لا يعجبني فيه هي الروحة المجهدة يعني خاصكم يتديروا التهوية لكي تستعملوا نرش على البوطة لا تحتاج الوالوك يخرجها كيف تشعل نرش بالبوطة لانه افضلها او لديكم افضلها او لديكم افضلها او لديكم افضلها اخذوا الساشي وكذلك نغطي البوطة بهذه الصاشية فهذه الطريقة لا تجعل البرودوين المنظف أنه ينشف ويجعل فعالية أحسن من أنكم لسنته بطريقة عادية فغلفوا بحالة كيف تشكل هذا خليه عشرة بقعيد ورجعوا لي أعرفتوا دهن كل هدابة لا تحتاجوا و تفركوا لأنه بطريقة عادية تجعلوا البرودوين ينشف سوف نشارك معكم واحدة تدبيرها الخنشة المنظف أو المسحوق الغسيل المكينة الحوائج سوف نستعملها أول مرة المسحوق لا يجب أن يكون مفتوح لأنه يفقد الروحة ومع الوقت يفقد حتل فعالية فأحسن طريقة هي سوف نفتحه من الجانب من الجانب من الجانب من الجانب نسبة هذا المنظف سوف ندخلت القناة من بداية القناة سوف نستعمله من الجانب من الجانب من الجانب تنبه سوف نفتح إلى هنا نقطع لها الراس بحلاكة نحاول قدها جيدا و اخذوا قرعة كبير من هذه المصلحة اخذوا قرعة و اقسموها على جوج اخذوها و اخذوها في الفتحة ثم تجيبوا بريكا و تحاولوا ان تسخروا هذا البلاستيك بحيث انه يلسق على القرعة كما قلت لكم انا هنا قرعة جدا صغيرة جدا سوف نبدلها و هذا هو الشكل لها بعد ان تبتها جيدا سوف تستعملوا حتى القرعة سهلة و بالنسبة للطريقة سيستعملها سهلة فكما تريدون تخدم المسحوق تفتح القرعة بحلاكة عادي و تصبوه في البواطة سهل في استخدام كيكوب لكم عادي جدا و سوف تسدو هذه القرعة من الجانب سوف تسرب لا يدخل الهواء و يبقى محافظة على هذه الروحة مدة طويلة اذا تفتح القرعة سوف تقوم بمشاركة الروحة و لا يبقى جيدا سوف نشارك معكم واحدة طريقة رائعة إذا لديكم سواني أو الفضة أحسن طريقة حفظوا لهم سواء من الصدى أو لا إذا تريدون تلمعهم بمشاركة سوف تخسروا اخذوا غير الطماطم بحل ما عليك و تأخذوا هذه الصينية إذا كانت الحديد أو الانوكس سوف يكونوا مزيانين حبيبة الصدى حتى تلمعهم و ترجعهم جدا عليكم دهنهم غير طويلة عرفتوا سوف يرجعوا كيف يشعلوا سوف ندهنها و سوف نغسلهم عادي جدا سوف تدبيرها يجربوها لأي حتى لديكم الفضة أو الانوكس أو الانوكس سوف نغسلها وهو الشكل سوف تلمع بدون مجهود و تخرج سوف نقوم بسحرية سوف نجربوها و اردو علي الخبار سوف يرجعت البوطة كما ترى المنظفة سوف نضرب فرقة كما ترى يعاون الكثير التدبير يجب أن المنظفة لا تحتاج نهائيا الحلفة حيث المنظفة سوف تمسح و سوف نقوم بسحرية سوف نضرب الضون معه و سوف نضرب نضرب و سوف نضرب و سوف نضرب ثم نضرب تنظيف البطا وخا كانت صعيبة جدا في التنظيف ولكن بعد التدابير اللي شاركت معكم سيكون سهل عليكم المهمة ونشارك معكم طريقتي فتح الكفتا ونشارك على مستحيل ونشارك معكم أول مرة ونشارك البصلات ونشارك البصلات ووهد الحب الزوزج وعلى حسب كمية الكفتا فنشارك 2.5 kg ونشارك القياس ونشارك حب القرعاء الخضراء ونشارك بثائر ونشارك ونشارك الأشوار ونشارك بالنشار ثم نضيف العطرية ثم نضيف تحميرها بالنسبة لتحميرها محضرة في الدار رائعة ونقية الخرقوم لبزار قصبر حبوب مطحون و شوية سكنجبير و الملحة و سوف نطحن نضيف ملحة نضيف ملحة كبيرة نضيف ملحة كبيرة بعض الملحة نضيف ملحة كبيرة و سوف نضيفها للمجميد نضيف المجميد بسهل يسهل سوف تغفر نفسك بالنسبة للناس الذين يريدونها مع اليوم إلا يدخلوا الواتساب اللي ستجدوا في أول تعليق وإذا وزولوا لكم ونضي لهم تماما سوف يستفيدوا من هذه البروموسيون فهنا قمت بإمكانك كفتة أصابع وقمت بإمكانك كفتة أصابع وقمت بإمكانك كفتة أصابع وقمت بإمكانك كفتة أصابع بالنسبة للبلاك بإمكانك كفتة أصابع بإمكانك بسلس حتى ينمى وكذلك قمت بإمكانك كفتة أصابع لا تضطيق بإمكانك كفتة أصابع وقمت كفتة أصابع يمشى الأمر الكفتة في الضعاب سأقوم بالإمكانك كفتة أصابع ووعد المرز السيطرة فإن تكون جميعها وفي الضعاب يجب أن تجري بكل كفتة المميزة يجب أن تكون بميزة تجري ببنينة يجب أن تكون رائعة بالنسبة لأحسن طريقة لنضف أهل هذه البلاكة محدها ما زال سخونة شوفوا كيف تجعفتوك جيشة بزلزة اخذوا غير الخل ارشوا على البلاكة كما نضيف محدها ما زال سخونة اضعوا هذا الورق المطبخ ومسحوا هذا اليدام كله تيهبط لا تفقش هذا اليدام نهائيا نضيفه غير بهذه الطريقة وكجيني سهلة اضعوا برده اتمنى ان شاء الله هذا التدابير التي شاركت معكم وكذلك الطريقة في الكفتة تكون عجباتكم خليتكم على خير لا تنسوا اللايك لكم انا اضعوا فيديوهات بشكل يومي وبسلام عليكم خليتكم على خير